تحدثنا عن برنامج تاكر حواء سوباني وهي مشاركة سابقة في هذا البرنامج بالولايات المتحدة الأمريكية نسأكي سعيد حواء أهلا بك شكرا على السيدة شكرا لك كذلك على تلبيتها والحضور معنا حواء بداية عرفين بهذا البرنامج وعن طبيعته برنامج تاكرز هو برنامج البانت لتراوح عمرهم من 15 إلى 17 سنة البرنامج هو فيها عدة كما نقوله مقسم عدة فترات الفترة الأولى خدمنا على مهارات القيادة ومهارات كيف نحبله وكان من خلال مدربين أمريكيين والفترة الثانية كانت على الفترة التقنية يعني وين تعلمنا البرمجة وكانت يعني من خلال كيف كيف مدربين أمريكيين وكان فيها ثانيك الكوتي تاع التقافة والإحتكاك وين عشنا مع عائلة أمريكية وين حتكينا بالتقافة الأمريكية ويعني شاركنا للتقافة تعنا مع التقافة حول ممتاز يعني هذا البرنامج ولو أنه محتوى تكنولوجيا مئة بالمئة لكن هناك جوانب أخرى تتعلق بتعليم مهارات القيادة وغيره أنت من خلال تجربتك بعد مروس سنتين من تلقيكي لهذا التدريب كيف مالذي وجدته تغير في مشوارك التعليمي وتأثير كذلك على اختياراتك في الجامعة برنامج تاكيرت كان بغيما فرصة بزاف مليح حالية لا خطر شمنها اللي جبدني لدومان تاع التكنولوجي دومان توسكي وان التكنولوجيا على بنابليكيان مستقبل تسمع شغل منها اللي تجبت بزاف لهذا الدومان وليت حابة نكمل في هذا الدومان الغمورة هاكي جيد حبيت تنولي نعرف كتر مغير في الانتما كان المدة قصيرة بصح طريقة اللي يعلمونا منها بيها وكيفاش كانوا يعلمونا هادوك المهارات كانت جيد يعني ممتعة وخلتنا نتعلم بزافع فايس الغمورة كي وليت لهنا حبيت نطور مهاراتي كتر وليت نحوز على صندخ نحوز واحدة وكامل والحمد لله صد صندخ كيما صدخ تح السيم سنتر وورد لورنين وين تلاقيت معا لي يحرفوا ديجا في هذا الدومان وين تعلمت كتر وبالعقل بالعقل بالعقل حتى وليتانيا ندرب داري صغار ونقررهم في هذا الدومان ممتاز ماشي مأترش غير عليا في خصونا المهم سح أتر تانيك على كيما قلو يعني سلسلة كاملة فالا سلسلة ممتاز نقطة مهمة جدا لنبدأ نتحدث عنها أنه الحديث عن التكنولوجيا ولأنه هذا البرنامج خصيصا لطور ثاني وتقريبا وللتلميذات بشكل أساسي ما بين 15 إلى 17 سنة هكذا واقع مهارات التكنولوجيا عند التلميذة الجزائري كيف تجدينها؟ لأنه نوعا ما في بعض الأحيان ممكن للقوا تلميذ في الطور الثانوي ولازال يعني إمكانياته على الأقل في التعامل مع أبسط المهارات في التكنولوجيا غائبة كيف سيؤثر سلبا؟ فإن هذا حقيقة موجودة لخطرش في التنوية تعنا في المدارس تعنا مكاش أقسام لبخاتيك وانت تحكمي كمبيوتر وتعلمي بهذا الأخرين أنه كلش نداري 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 لهذا البرنامج جد مهم على خطرش به ليعطيك شغل الفرصة وين تفراتيكي وين تسيي تشوفي عفايس وما تقوليش دائم بلك هادي وعرة هادي وعرة بس كنتما يمدون كمام الطريقة التعليم تحون كان جد ممتعة وبيها شغل يعلمو كيف شغل تبدأي من البازي كمبيوتر صغيرة اليوم خلينا نشح نقطة أخرى كذلك علاقة التكنولوجيا بالمرأة والفتاة هناك تركيز على أن هذا مجال دكوري مئة بالمئة لماذا وجود عنصر أو تعلم المرأة والطالبات الجزائريات لهذا المجال مهم جدا صح يعني البنات ونصار الجنغال لازم تحرف تكنولوجيا تكنولوجيا المستقبل وما كانت فرق بين رجل ومرأة في هذا الميدان وفي الدور يعني في البروغرام كي كنا نتم دون الشركات الكبيرة كما فيسبوك كما أشوكا وهذا دومة ونتلاقينا مع نساء نجحات في هذا الدومان ونتم شغل تعلمنا بالليك مالك راجل ولا مرأة قادرة تنجح في هذا الدومان وورونا كيف يخدموا كامل يعني سيتبغموا كي ما أقول انسبيغيسون لي نحن يباش نكملوا في هذا الدومان وكيف كيف ننتحوه إن شاء الله الآن عن برنامج هذه السنة كيف سيتم تسجيلات؟ ما هي نصائحك ربما لمن يتابعنا هذه اللحظة؟ ساعة تسجيلات لهذه السنة يعني جد سهلة أول شيء كان شروط لازم الطفلة تكون من 15 إلى 17 سنة ولازم تكون اللغة الإنجليزية على خاطر تدريب والاستمارات تسجيل تكون كلش باللغة الإنجليزية يعني اللغة الإنجليزية لازم تكون في شروط وتانيك لازم واحد يكون عنده حب تعلم وعني عنده هذه الموتيفات سنباش يقرأ ورهو واجد باش تحلو الفرصة هادية ويحط فيها راسه ويقرأ وتانيك كين استمارة في السيطة تعنا هذا في سيطة كان استمارة يعمرها بالمعلومات الشخصية بالفقارات على نفسه وعلى الموتيفات سنتاع وعلى شوحاب هذا الفيلد وشوحاب ديريك وكامل وهذا ما كانوا بعد دا قبلك في المرحلة الأولى كان مقابلة شخصية في السفرة الأمريكية وين يشوفوا الإنجليزية تاعك يشوفوا أسكنتيا يعني سجلت حضور تاعك وهذا ما كان بزاف الناس يقولوا عليها وعرة وكامل بصحية سهلة بصحية شنوزق واحد يدير لزيفوق في التسجيل أنه منافسة جد كبيرة لخطرش بزاف البناتي ماركيو فيه ويعني كامل نفس الأخر وش العفسة ليتخليك أنت يخيروك وما يخيروش الأخرين فما واحد لازم ياخد الوقت ويخمم على الأسئلة مليح ويكون هو نفسه هذا ما كان من سيستفيد منها طبعا التلميذ الآخرين في الطور الثانوي نصحك لهم بالنسبة لأهمية الجانب التكنولوجي يعني إيجادة هذه المهارة في حياتهم حتى وإن لم يكن تخصص جامعي بعد ذلك كما اخترت أنت حوى أن يكن تخصصك الجامعي بعد هذه التجربة في مجال الإعلام الآلي الانفورماتيك والا تكنولوجي شغلنا جنرال لازم كل واحد يكون يعرفها مالغري كل ميدان تاعك خاطي هذا الأخر مانك تكون يتقالي ميدسين تكون يتقالي نبت كل موض ضمان واحدة لازم تكون تعرفيها تكنولوجيا خطر شكل عفسة رايي تبان على طريق في طريق تكنولوجي ما لازم كل واحد يكون يعرف يعني أنا نعطي النصيحة الكاملة اللي بنات ليران فليسيو كامل يختلموا الفرصة يختلموا الأوقات هذه وتوحهم فيتعلموا مهارات مليحة في تكنولوجيا يتعلموا كيفية البرمجة يتعلموا اللغة الإنجليزية يتعلموا يعني عفايز كيندو قاعدنا الفرصة في الأنترنت فيها كلش تسمى واحد قادر يتعلم لغات برمجة يعني بجافة مهمة في الأنترنت وأنت تتحدثين حواء أنا أريد أن أسألك إذا تشاطريني الرأي ربما تنقلت الولايات المتحدة الأمريكية بل متطور جدا تكنولوجيا نحن اليوم استفادنا من التكنولوجيا لكن في جانب سلبي يعني الوقت الذي يضيعه الجزائري في وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك على مختلف الوسائط هل لاحظت أنه نفس الشيء في هذه الدول تقريبا وكيف يمكن نستغل هذا الوقت في الجانب الإيجابي يعني نستخدم نفس الوسيلة عبر الهاتف تطبيقات يمكن تساعدنا في تعلم لغات يمكن تساعدنا في تعلم تكنولوجيات جديدة ما عدا وسائل التواصل الاجتماعي ربما الدول الأخرى تطورت وتخطأت هذه المرحلة صح يعني تكنولوجيا كما فيها كوتي إيجابي كما في كوتي سلبي ونحن نخيره فاش نستعمل تكنولوجيا كما قلت تطبيقات جد يعني بزاف هايلا وتعلم بزاف هايز كما موحد لسيت واب وين تدي يعني سختي فيك غير من الساعات اللي قاعدتي وراكي تعلمتي هاللعيف سا هذا هو أنت حنا لازم لنا توعية برك اللي جون تابعنا ويعني المستخدمين يعني مامحنا كل واحد اللي يستخدم الهاتف يزم يتوعاه ويعرف وش يستعمل يعرف فاش رو يستعمل هات تكنولوجيا إذا باش ينمي قدراته ولا باش يضيع وقته ولا يعني تواصل مليح يعني بدل بزاف هايز في حياتنا اليومية لكن واحد بركيليميت يروحوا ويعرفوا شوي تليزي وشراهوا العفصة الإيجابية لقدر يستفيدها من الانترنت هذه وحتى أختم معك اليوم تدرسين في الجامعة أعلام آلي وفي الولايات المتحدة الأمريكية تلقيت برنامج وتدريب في هذا المجال ما هي أبرز الفروقات التي لحظتها في أسلوب التدريس والذين لابد أن أخذه بعين الاعتبار اليوم بدون يعني منحط في وضع حارج مع أساتتك ربما بالجامعة لكن خلينا نكونوا واقعيين وصريحين نوعا ما أنا مش رومالكيت نتلمك كيفاش يقرروا كامل رومالكيت بلليك طريقة تحهم جدا ممتعة ما تحسيش بلليك كي تقرأي عفصة شغول بزاف وعرة وشغول يسميبلي في العفصة بزاف يعني تكون بزاف سامبل كيفاش يقرروا مثلا إحنا يادو مليكوغل قليناهم أنا قريت برمجة الجابة أنا قبل ما بدها كان عندي شغف بش نتعلمها قبل ما نروح لكن ما قدرتش نبدأها لخطرش كانت بزاف كانت بلي بزاف وعرة كانت بزاف تبني وعرة بخطنت كي روحت نتموشتهم كيفاش يقرروا ها يعني بنتلي أبسط أبسط عفصة كنت قادر نتعلمها بس كو عليها شي زع ما نقرر إقارونا 30 مينوات ومبعدا نروح ونريحو نلعب وكاش لعبا ونعود الولي وما نحس شرح كبليك كيف كما نقولو فهذاك كي حس روح كبليك كتعلم عفصة وعرة وصعبة مكاش ضغط فعلا ويعني لو كان دايما نتعملو هاكا ويعني شغل نديرو ديزاكتيفيته كي أنا نقرره وممطورنا نديرو ديزاكتيفيته بلا تلميذ ما يحس روح بليك ويتعلم عفصة بالضغط هاداك هيكون مردود جد عالي هادي مناهج التعليم الجديدة والحديثة التي لابد أن أخذها بعنها الاعتبار ويعني بدأ بطأنا نستعملو هاد المناهج اللي تعلمناها نتمو هاد الطريقة في الصندخادة لانا ندرب فيه داري صغر نستعملو لم ويعني المردود يعني كان جد هايل وبزاف داري صغر ولو يحبوه ولو يحبوه الدومين تاعة التكنيك ومولوشي بنهم وعر كيما المات يتون علموهم بطرق جد سهلة كيفاش يقرعوهم أنا مش أخصين في حاجة إلى تدريم مماثل خاصة بالنسبة الرياضية حواء صغواني ومشاركة سابقة في برنامج تاكجرز بالولايات المتحدة الأمريكية جزيلة شكرا لك على تشريفنا بالحضور وعلى المعلومات التي قدمتها بخصص هذا البرنامج لا أعرف يا ذك صحة شكرا لك حواء بالحديث عن التعليم وتعليم العالي وجهة